الله خبد الرحمن الشيخ يسأل هل ورد دعاء يعني لزوم دعاء ختم القرآن أن أقرأه ويذكر أن هناك أدعية تأتي بعض المصاحف في نهاية المصحف هل يلزم أني أقرأها؟ أولاً إلحاق ما يسمى بدعاء ختم القرآن في المصاحف أرى أنه خطأ كبير من جهتين من جهة اعتبار شرعيته بألفاظه المعروفة عند الناس ومن جهة يعني جعل كتاب الله عز وجل أن يجعل حجة لشرعية هذا الذكر أو هذا الدعاء بحدوده مطلق الدعاء عند ختم القرآن هذا وارد عند أهل العلم وقال به جماعة من العلم ولم يره آخر منهم الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فالمسألة اجتهادية بين أهل العلم ولكن لا أعرف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين أنهم إذا ختموا خصوا ختم القرآن بدعاء خاص لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة فمن قال بأنه يشرع الدعاء بعد ختم كتاب الله عز وجل حتى خارج الصلاة يدعو بخير الدنيا والآخرة ولا يدعو بدعاء معين مثلا يخص القرآن والانتفاع بالقرآن والاستفادة من القرآن ويكون نحن ثلث الدعاء أو نصف الدعاء كله عن كتاب الله عز وجل أنا لا أعرف لهذا أصلا مثل الآن أوقات إجابة الدعاء هل إنسان إذا أراد أن يدعو يوم الجمعة يذكر فضائل الجمعة وأن يبارك الله له في هذا اليوم يجعل هذا يوم مباركا ويومها مباركا وصلاتها مباركة بالذات ويستمر على هذا ويستديمه هذا غير مشروع ويسأل يقول أهل العلم يسأل من خيري الدنيا والآخرة وكذلك أيضا أوقات الإجابة الأخيرة من الجو في الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة لا تربط بموضعها وإنما يسأل الإنسان حاجاته وأعلاها هو أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرزقه الله الفردوس الأعلى وبجوامع الدعاء المتنوعة هذا هو المشروع ولذلك أرى أن الناس يتمسكون بهذا ويسير معها جزء معين أو ملزمة معينة ثم يبدأ يدعو بها ثم يعتقد أن هذا هو المشروع في دعاء القرآن هذا غير مشروع ولا أعرف أحدا من أهل العلم قال بأن هذا هو المشروع ربما بعضهم كتب شيئا من ذلك والذي ينسب إلى الشيخ الإسلامة ورحمه الله فيه نظر لكن هناك من كتب قبله وبعده في ختم القرآن يبقى اجتهاد من اجتهادات العلماء لا يجوز أن نقول هذا هو دعاء ختم القرآن وإنما المشروع هو الدعاء بخير الدنيا والآخرة لمن يرى مشروعية الاجتماع أو الدعاء بعد ختم كتاب الله عز وجل وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم خارج الصلاة رسول الله عز وجل